اليوم الاول بوش اي من جدول 8 بوش بوليج والعضلات اللي هتشتغل اول عضلة تشيست وتاني عضلة الفرونت والميدل دلت واخيرا الترايسبس بدأت اول حاجة انكلاين ضم البنش بس وافضل مستوى للدكة وتلاتين درجة عملتوا ثلاث مجموعات والثمين دا بيلود تشيست في اللانس اندبوزيشن وللشورت اندبوزيشن دخلت كابل في لاي بنفس الشكل ده عملتوا ثلاث مجموعات حاول انت في العدد كونسنتريك حاول اقرب البايسبس من بعضها وتالت تامرين معانا كابل لوتو هاي بطلع لفوقه بعمل سكويز للعضلة بالشكل ده جرابع وتدعيلي وده بيلود تشيست في الشورت اندبوزيشن وبعدين للفرونت دلتا والكتف الامامي لعبت اول حاجة من لاتر بريس ولعبت مجموعة واحدة تامرين ممتاز جدا لانس اندبوزيشن والتامرين دا حرفيا بقول عليه وتاني حاجة للفرونت دلت شورت اندبوزيشن مستوى الدك اي 70 درجه ويلود الدلتا في دوللمس اندبوزيشن وللمدل دلتا والكتف الجانيبي دوم باللبل Speak وبيلود الكتف الجانيبي في الشورت اندبوزيشن عملتو 3 مجموعات وبعدين عملت تامرين كيبي باللاتر الريزز بيلود المدل دلتا في زي ممتاز اول حاجة تامرين over headMAN والتامرين دا بيلود الترايسبس في لانس اندبوزيشن وعلشان اللود الترايسبس في شورت اندبوزيشن لعبت 8 ربش داون والاتنين دول بيركزوا اكتر على اللونج هيد والميديال واللاتر الهيد مش محتاجة ركز عليهم لانهم اشتغلوا كويس جدا في تمارين الدف وما تنساش يا بطل تعمل لي فول عشان تشوف اليوم التاني ومنشن لصاحبك وقول له ان ده